اشتركوا في القناة تلج الصناعي طبعا ما عنديش مشكلة بس الغريب ان في فترة من الفترات الناس كانت مؤمنة ان التلج الطبيعي ده امان اكتر غريبة طبع سؤال دين مين الصشي اكتر فكهة جاية من علبة في مصطع نضيف وكل حاجة ولا الفكهة الطبيعية المرمية دي في الطراب والشمس والعفرة الغريب ان في فترة من فترات الناس كانت مؤمنة ان الفكهة اللي جاية من المصنع هي الامان وهي الصحية اكتر وبصراحة حقهم يعني زمان ما كانش فيه الطب بتاعة دلوقتي ما كانش فيه فرصة ان هم يعرفوا الامراض اللي ممكن تحصل او هم فقطوا ايه اللي فكهة جاية من المصنع بالاج دي مين صحي اكتر السكر الابيض الصناعي اللي هنحطه في الشاي ولا السكر الطبيعي المستخرج من النبات الطبيعي المرده هتقوله الطبيعي صح؟ هما اتنين واحد ما هتستخرج السكر الابيض من القصف السكر؟ ايه مش كده؟ طب معلش انا عارف ان اطلقت عليك كمان سؤال حتى فيكو يسمع عن مادة الداي هايدروجين من اوكسايد المادة دي لو تعرفوا بس موجودة في ايه؟ دي موجودة في ادوات الطلاق موجودة في المطر الحاضي اللي ممكن يسبب الاختناء لكائنات كتير لحد الموت المادة اه اه سوريا يا جماعة ننسيت اواريكم رمز كيميائي بتاح ميا مين خاف؟ اول واحد ده كده احنا كبشر عندنا خوف غير مبرر من اي حاجة كيميائية اي حاجة صناعية اي حاجة كتبدون هي مش من صنع الطبيعي ده ما يعرف باسم جرنولا افكت وده موجود في علم نفسه شركات التسويق بتلعب اللعبة دي بشكل ما هو اللي قمش عليه كل حاجة تجيبها لك تقولك العصير الطبيعي الفكهة الطبيعية العصير ده طبيعي يا جماعة ده فيه 6% لب طبيعي بحانهم وده ده خليلي نسأل سؤال هو يعني ايه الصح علميا او ادق يعني علميا وممكن نشرح العلم بطريقة معقدة ونجا علاصة ونقول هو البحث والاستقصاء والتجربة وال 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 و لكن تعنوا نفسروا بطريقة اسهل بكتير العالم هو عالم واقف وصاده الطريق ده هو واقف في النقطة اللي اسمها إيه وعايز يوصل للنقطة اللي اسمها إكس خلي بالك هي إكس عشان مجهولة وده شرطة مهم العالم مشي في الطريق وصر هو ده العالم الطريق هو اسمه الوسيلة العلمية أو مجموعة الخطوات والتجارب اللي العالم بيعملها عشان يوصل لنتيجة بس في شرط عشان تكون صح لازم إن أي حد غير العالم يعمل نفس الخطوات ونفس التجارب يوصل لنفس النتيجة هل ده دايما بيحصل؟ أكيد لا في جانب حلو منه يعني إيه في عالم يبقى ماشي كويس ومحترم ولزيز بس تيجي في آخر حتة وتفلت منه على حاجة بسيطة بس ده كويس يعني فيش مشكلة زي لما كابيرنكستيرا طلع وقت ما الناس كلها كانت مؤمنة إن الأرض هي مركز الكون وقال لهم يا جماعة لأ الأرض مش مركز الكون فرحنا الشمس هي مركز الكون ليه بس؟ طلع بعدي جاليليو وقال لهم بلاي يا جماعة الشمس كمان مش مركز الكون مفيش حاجة أصلا يسفع مركز الكون ده غلط حلو غلط محمود إحنا بطبيعتنا كبشر بنحب نصلح لبعض أي حاجة وده حاجة كويس بس اللي مش كويس إن العالم يبدأ من نقطة هو عرفها عشان يوصل لنقطة هو عرفها زي سنة 97 طلع دكتور اسمه بيتر داميو بيتر داميو قال في كتاب اسمه eat right for your time الكتاب ده كارتي بمعنى الكلمة ليه؟ في الكتاب هو ناش وقال إن كل فصيل الدم المفروض تتبع حمية غزائية معينة يعني اللي فصيلة دمهم او يكلوا لحمة اللي فصيلة دمهم ايه مفروض يكلوا نباتات هليه الكلام ده صف؟ طب ليه؟ تعالوا نشوف وريني كده الطريق اللي انت مشيت عليه هنكتشف إن هو في بداية البحث بتاعه كان عايز يثبت بس وجه النظر وطلع بعدها تلات أبحاث كبار يكتبوا الكلام إن هو قال وعلى فكرة الكتاب بتاعه مشيت نيل اللي اشتروا ده ستيب هارفي كان مؤمن بيه وكان بيقول للناس تقراه لك أنت تخيله مثال تاني سنة 55 رئيس الولايات المتحدة في الولايات الداخل دويت ايزنهاور جات له أزمة ألبية بس اتلحق الحمد لله ممتش وقرر إن هو يعرف السبب اللي جاب له أزمة ألبية لا يعرف سبب انتشار أزمات القلب وأمراض السنة في الشعب الأمريكي في الوقت ده لأنه كان منتشر جدا وطلب من كمية علماء الكتارة إن هم يبدأوا بحث ويشوفوا مش البحث عدة سنين وفي الآخر يكتشفوا إن السبب الأول لأمراض القلب بقوة الدهون دهون دهون دهنا جدي وجدك بيأكلوا سفد البلدي ما كانتش فيه كلام ده طب معلش في ساني واحد وريني الطريق اللي انت مشيت عليه ماشي طيب بما إنك بتتكلم على الشعب الأمريكي في الفترة الأخيرة ايه أكتر منتج زي تستخدامه في الفترة الأخيرة السكر أوكي ما لإيه اللي خليك تقول الدهون يعني ما تعرفش ده الدهون دي بتعمل بلاوي طب والسكر هننسينا بس نتأكد من حاجة صحيح بحث عملاق زي ده أكيد كان فيه حد بيديك فلوس عشان طبعا بتصرف عليه آه طبعا طبعا مين بقى اللي صرف على البحث ده ده حي كان ده حصل مجد فأنا قادر أؤكد لكم جميعا لو كنت قدرت وقفوا قدام أي حد على وجه البسيطة وتقولوله يا سيدي القاضي إن الزبدة والدهون بريئة وراءة الزئب من دم ابن عقوب عادي بلاش المثال ده في سنة 1960 اتنين علماء قرروا إن هما يعالجوا السرطان باستخدامها للغضريف الغضريف دي إن جزء اللي موجود في ودنا أو الجزء الطاري من المناخية ده اسمه غضروف مش معا عن الغضريف؟ بسيطة قالك إن الخلايا السرطانية عشان تكبر بتصنع لنفسها أوعية دموية عشان تقدر تجيب منها الأكل الغضريف ما فيهاش أوعية دموية آه يبدو يبدو إن الغضريف دي بتعمل حاجة تمنع تكوين الأمعية دموية لو عرفنا نطبق نفس الحاجة مع خلايا السرطان هنقتله وبالفعل جابوا خلايا سرطانية من الأرانب وعالجوها طالب عاديهم دكتور اسمه روبرت لانجر قرر إنه يعيد نفس التجربة بس باستخدام غضريف القرش إش معنى؟ قالك إن الهيكل العظمي بتاع القرش كله غضريف فما معنا شوية كتير نلعب برحيد مش دي مش كده مش كده نطالب عاديهم واحد اسمه روبرت لي وعمل فاسلوكا كده قال أن أقراص تصنع من غضريف القرش تؤخذ عن طريق الفم تقدر تعالج السرطان صحة دقوا نشوف في كتابه الأول Sharks don't get cancer قاعد يبرر إزاي إن الغضريف ما بيجلهاش سرطان وإزاي إن غضريف السرطان بتمنع تكوين السرطان في جسمه عمل شوية تجرب كده في المكسيك ويا بجحتك طلع بكتاب تاني Sharks still don't get cancer طب ما تردوا علي جدعين طلع أربع أبحاث بيتكلموا عن إزاي هو كان غلب يا راجل ده أتعامل البحث بيتكلم عن إحصائية لأنواع السرطان اللي بتصيب الحيوانات 12 قرش كان عندهم سرطان ده في حوالي أربع قرش فيهم كان عندهم سرطان في الغضريف من كل عين القصص اللي فاتت دي والتجارة واللي الناس عاشتها فيه تأثير بيحصل على المجتمعات إن ما كانش مثلا على مجتمع زي مجتمع القرش أنتوا بتخيلين المجازر اللي كانت بتحصل عشان يستخرجوا بس غضريف القرش عشان يعالجوا بيها علاج واهمي للناس أو قد إيه السكر مازال بيتباع لحد النهاردة ولكن الدكروبان اللي جاي هي حاجة أثرت على الناس بوقتها ومازالت بتأثر وهتفضل تأثر لحد عمر كلير بيترسون الراجل ده كان شغال على مشروع القبالة النووية في مشروع من هاتف بعد ما خلص الحرب قال أنا كان عايزة أخلص الدكتورات بتاعتي الدكتور بحكم إن هو بقى خبرة يعني في المواد المشعة وبتاع قال لك أنا هعرف عمر الأرض طب إزاي؟ بسيطة قال لك إن العناصر المشعة زي اليورانيوم مثلا بتبدأ تتحول لعناصر أخمل فأخمل فأخمل لحد ما توصل لعنصر الخامل قلص ما بتحولش تلك فاليورانيوم مثلا مع الوقت بتحول للرصاص طيب هاي إيس إزاي برضو عمر الأرض؟ بسيطة قال لك إنها لو في إيدي كده شوية يورانيوم خمسين في المية من الشوية اللي في إيدي بعد أربعة ونص بليون سنة هيتحولوا الرصاص فخلص أنا هقيس كمية اليورانيوم في صخور الأرض وكمية الرصاص في صخور الأرض واشوف النسبة وصلت لحد فيه إحنا تقنهي ليفل وعلى وصلنا أعرف إنها النسبة كام أعرف عمر الأرض بسيطة بسيطة بسحر الرجل ده ممكن يبقى أنقص حياة بس أقول لكم إزاي حد فاكة العربيات دي منافلنة حد فاكرة في لام القديمة العربية دي كانت محركاتها ضعيفة شوية فكت بتحتاج إن الشخص يدور المنافلنة عشان يبدأ الإنجل يشتغل بس كان فيها مشكلة بأحد المرات كانت سيت لطيفة جدا سايقة على الطريق والعربية عز فنزل الرجل جنت المالي ساعتها كده بيلفف المنافلنة ضارت بسرعة كسرت له الفاك السفلي ومات الرجل ده كان واحد من أشهر أصحاب سريكات العربيات في العالم فكانتش حد سعادية قال لك إحنا لازم نشيل المنافلنة دي وفاعلها شركة كعدة لك تطلع بأول عربية بالدور من غير منافلنة مجرد دواسة تدوس عليها العربية الدور بس كان فيها مشكلة صوتها عليه ومش دي بس المشكلة المحرك بتاع العربية دي كان قوي بدرجة إن الوقود اللي كان موجود في الوقت ده كان أضعف من إنه يستحمل شغل الوقود القوي فكان صوتها عالي نتيجة لده المحرك كان بيحرق الوقود قبل معاده فيحصل فرقعات زيادة عن اللذوق بسموها تأثير الخبط فكان لازم له وقود جديد يتصرف مع النوكينج إفاكت ده فجابوا الراجل ده توماس ماتشكي وراجل ده عالم كمي قعد خمس سنين يبحث وطلع بوقود اسمه تيترا إيثايل لد أو الرصاص وباعي الإيثيل واختين بالكو في إيه رصاص بسهل بس هو اختاروا ليه بسيطة أول فعلا كان وقود كويس قال للنوكينج إفاكت رخيص ما كانتش فيعلي ريحته مش وحشة خلاص نستخدمه وفعلا طلع الوقود جديد اسمه الإيثايل بل بل الوقود ده كانوا بيسموه الانتي نوكينج كومباند لأي محرك هايطلع بعد كده وفعلا طلعت محركات بعد كده كتير العربيات كلها بدأت تستخدم نفس الوقود بس بمحركات أقوى والمصانع تتباني والناس تشتغل وهو يحصل مشكلة في دستة كده من الموظفين إلا حصل جالهم تسمم رصاص إيه ده مش مبتقن آه أصلا إحنا لسينا لقطة معينة فاكرين لما توماس ميجلي عمل الوقود أول مرة دبعا كان إنجاز فقالوله ما تتفضل معانا تقول لنا كده في محضرة إسا عملت الإنجاز الجميل ده رفض وهو قلوك رفض رئيب مشكلة الرصاص إنه بيتخزن في العطل فمش بيخلق من الجسم مسهولة وبيعمل حاجة اسمها يعني إيه العصار بتاعتنا بتبقى مغلفة كده بطبقة دهنية دي بتسرع للرسالة العصبية الرصاص بيشيل الطبقة الدهنية دي فتسبب إعقاد في التفكير والذاكرة ونسب الزكاتير توماس لما اطلب منه يطلع في أول محضرة ما اطلعش عشان كان في فلوريدا بس ما كانش بيأجز كان بيتعالج من تسامهم الرصاص لما انتشر الخبر بتاع الموظفين اللي جالهم مشكلة طلع على الملأ وقال لهم لا يا جباها ما تخموش لو قد ده كويس بصوا وراح دالقوا على إيده وقاعد يشم فيه لمدة دقيقة كاملة الناس صدقت مين اللي ما صدقش كلير كلير لما كان شغال في رسالة البحث بتاعته لها حاجة غريبة كلما يجيب عينة يورانيوم نقيس نسبة اليورانيوم فيها يلاقيهم تقريبا في كل العينات قريبين من بعد وده حاجة مؤامة ولازم يقيس أكتر من مر لابتع تقيس عمر الأرض بس كلما يجي يقيس الرصاص يلاقي فيه مشكلة النسب مختلف يعود يروى القوضة وينظف ويمسح ويجيب شاشوبة ويست الشبابيك مفيش فايدة لدرجة تطوى فيه قوضة دولاتي على وجه الأرض لأعقم قوضة على وجه الأرض هو اللي عملها عشان بس يقيس نسبة الرصاص بس فيه رصاص جاي من بره جاي منين بدأ يطور راح الأطلنطي والهادي خد عينات من سطح المية ومن عمق المية تحت عشان يقارن النساء خد عينات من أسنان المميوات ومن جسس الناس المتوفية حديثة وتوقع انه هيلاقي مثلا ان الفرق حواليه مئة ضعف مئتين ضعف لقا ألف ضعف كلير دخل في المنافسة ضد توماس على ان الوقوت ده هامل كوارس وكلير كسر وتشال الرصاص من الوقوت بقرار دولي إلى يوم من هذا الشخال منع إضافة الرصاص لأي وقود المشكلة ان احنا في فترة من عمر الأرض اتعرضنا للرصاص صح؟ طيب إيه لازمته دلوقتي؟ لا ما هو لسه موجود طيب أكيد مش بنسب زي زمان أه أكيد بس يعني فيه دراسة طلعت بتقول ان الأطفال اللي اتعرضوا للنسب أقل من النسب المسموح بها للرصاص كان عندهم مشاكل ذهنية ومشاكل في الزاكرة ونقص في معدلات الزكاء ومشاكل سلوكية زي العنف بل ان الأطفال اللي اتعرضوا للنسب أعلى كانت معدلات تفوقهم بالدراسية في الثانوية والجمعة سيئة جدا دراسة ثالثة قالت ان الرصاص ممكن يكون مسؤول عن تنتين من حجم الاعقات الزهنية الغير مفسرة والدراسة الرابعة قالت ان الرصاص ممكن يكون مسؤول عن ضياع أكتر من 800 مليون نقطة في اختبارات الزكاء كان ممكن لناس تسجدها الصح ممكن يتغير عبدالع بصور بس الصح صح الصح ممكن يبقى فيها صح منه الصح بيعلمنا كتير الصح علمنا ان السمكة ذكرتها أكتر من ثلاث سوان انتقضت لحت ثلاث شهور الصح علمنا ان احنا بنستخدم أكتر من 10 فلم من قدر الدماغ الصح علمنا ان التور مش بيكره اللون لاحمر ولا حي والله عالم بكرة الصح هيطلع ايه كان صح وطلع فلط الصح ان مش اي واحد واقف على ستيجو قدامك لابس نظارة بيتعي انه بيكلم عن الصح هيبقى صح طور فكر بس بس على المصادر بس الاهم من كل ده بعد ما تعرف الصح تعمل الصح